أجعل تنتشر مرة أخرى هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة النهوة والفصلية وما شابه ذلك أنتو كنشطاء حقوق إنسان مطالبين أمام الجنهور أن توضحوا الأمر شنو أنتو دا تسعون كيف بإمكاننا أن نغير ونسوي حد لهذا الأمر من إطار قانوني من إطار حقوقي من إطار شخصي حتى نحن كمفوضية حقوق الإنسان نتابع ونرصد هذه الحالات ولدينا أيضا بقوة ودراسات في هذا المنظور وحقيقة وقفنا على العديد من الحالات وكان لدينا أيضا قصص نجاح وتدخل في إحدى القضايا في محافظة الديالة بالتعاون مع الشرطة المجتمعية لإنهاء زواج لفتاتين قاصرتين من أبناءهم بطريقة النهوة العشائرية ونجحتوا بالتدخل؟ نعم نجحنا وانتهى الموضوع بإيقاف هذا الزواج قبل أن يتم أم بعد إتمامي؟ لا أكيد قبل أن يتم كان عندي تواصل مع السيد مدير الشرطة المجتمعية وكان تعاون مع مكتبنا في محافظة الديالة وذهبوا لعائلة وشيخ أشيرة هاتين الفتاتين وأقناعهم هذه قصة تطينا بارقة أمال؟ أكيد أكيد هذه قصة نجاح تحسب للمفوضية حقوق الإنسان وللشرطة المجتمعية أيضا كان تعاون مشترك لإنهاء هذه الحالة بطلب من الفتاتين يعني اتصلوا بي مباشرة وأخبروني بمدى تعرضهم لظلم وأنه سيتم زواجهم بعد يومين وكان الوقت جدا ضيق نعم مكرهين وبالمناسبة يعني إحنا تشريعاتنا وقوانينا حافظت على أنه هذه القضية تقنن وتمنع بالقانون لكن مع الأسف هناك من يتهم القانون أو يتهم السلطة التشريعية أنه لم يؤسس أو لم يقر لحد الآن قانون رادع لهكذا تصر القانون القوانين العراقية قوانين رصينة ومن أقوى القوانين في المنطقة لكن نحن دائما نقول أن تنفيذ مقبرة الأحكام اليوم إذا نفذت القوانين مثل ما مكتوبة في كتب القوانين فإن القوانين العراقية لم تهمل أي ظاهرة أي موضوع بالتالي اليوم موضوع الإكرام مذكور في قانون الأحوال الشخصية المادة تاسعة إنه إذا أكرهت فتاة على الزواج فإن المكره يحاسب بالحبس مدة ثلاث سنوات بالتالي أن القانون مراعي هذه الظاهرة وهذا الموضوع أستاذة رقية نحتاج قانون رادع لردع هذه التصرفات التي تندرج تحت الإطار العشائري الزواج بالإكراح أو بمصطلحنا لدارج النهوة برأيك هذه القرارات القانونية التي تقرر الآن يعني ثلاث سنين مثل ما ذكرت دكتورة فاتن كحد أقل هذه قرارات رادعة لو نحتاج إلى أمور أكبر من ذلك أو أكثر لا شك بأن عملية الزواج بالنهوة أو بالإكراح هذه هي عملية انتهاك لحقوق المرأة فهي ينتهك حقها بحرية الاختيار ينتهك حقها بالزواج تنتهك حقوقها بأنه تتعرض إلى عنف أسري فيما بعد الزواج في حالة أن الحياة الأسرية لا تكون مستقرة بسبب الإكراح فهذه عملية انتهاك أي عملية انتهاك تحتاج إلى قانون ردع لأن هناك مخالفة قانونية أو تجاوز قانوني نحن مثل ما تم التنويه عنه أنه القانون موجود هو قانون الأحوال الشخصية العراقي المادة تسعة التي هي رادعة لعملية الإكراح بالزواج وهي الحكم بالسجل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إذا كان قريب من الدرجة الأولى ومدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان من الأغيار لكن طبعا قانون العقوبات أيضا بقوانين ردع في حالة أنه الإكراح تم التبليغ عنه إذا كان إكراها بالتهديد أو إكراها بالضرب أو كذا يعني اخترم بالعنف بالعنف أي تصرف عنيف هناك مادة قانونية تحكمها بقانون العقوبات العراقي لكن بحكم طبيعة المجتمع وبحكم التقاليد العشائرية عملية الوصول إلى الإنصاف القانوني للمرأة هي الصعبة وبالتالي فكيف تصل هذه المرأة للاستفادة من قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات العراقي هناك مرحلة وسطية يسعى المجتمع الدولي ويسعى الناشطون في المجتمع العراقي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تكون هناك حلقة وسط ما بين الضحية وما بين القانون لتصل للإنصاف القانون وما بين القضاء وهي أنشئة مؤسسات مثل مديرية حماية الأسرة مثلا الشرطة المجتمعية لإيصال هذه المرأة وأيضا هذه لازالت تحبو لأن من الصعب وصول المرأة بسبب ثقافتها وبسبب الانتهاك المجتمعي بعد موجود الجراء بعد موجود الجراء وبسبب التضييق عليها يعني خنق حريتها من قبل الأسرة أو العشيرة لذلك كان هناك مشروع قانون الحماية من العنف الأسري فعملية الإكراه هي إحدى أوجه العنف الأسري يمارس الأهل على البنت مشروع قانون العنف الأسري كان ممكن أن يكون رادع في حال لو شرع وكانت بي نصوص متينة تواجه هذه إحنا دائماً لدينا مقترح نقدمه لكن ما يؤخذ بي لازالت المسودة في دور نقاش إنه يكون المشمولين بعملية المحاسبة على انتهاك البنت إلى الأقرباء من الدرجة الرابعة يعني توصل للعم وابن العم لكي نتخلص من هذا هي المشكلة تبدو بابن العم والعم بالضبط لكن العنف لكن هذه المسودة دائماً يميلون أنه يخلوها اللي موجودين داخل أسري أب وأخ وأم وكذا إحنا لا إحنا طموحنا أنه نصل إلى أقرباء الدرجة الرابعة حتى نردع هاي مسألة العم والنهوة العشائرية وكذا هناك تكون محاسبة بموجب هذا القانون القانون لازالت مسودة في طور الإنضاج ولدينا أمل أنه توضع هكذا يعني معايير لمحاسبة أو مراقبة العشيرة على الأقل هي تراقب نفسها لأن تعرف أكو قانون يحاسبه الأمل موجود وإن شاء الله أكو خطة بطيئة لكن وصلنا إلى نهاية المطاف مثل ما يقولون وإن شاء الله نتأمل خير